إحد من أشهر الشخصيات المصابة بجنون العظمة في التاريخ الإمبراطور الروماني كاليجولا الطاغيع حاكم روما اللي أباه لنفسه القتل بشراسة والسرقة العلنية وكمان عين حصانه مستشار في البرلمان كل ده حصل إزاي؟ دي بقى قصة النهار اسمه الحقيقي جايوس كاليجولا ده لقب طلع عليه وهو صغير عشان كان بيحب قوي التدريبات العسكرية والقتلية فوالدته صممت له زي عسكري وحزاء صغنا على مقاسه فالناس حواليه لقبوه بكاليجولا ومقصود به الحزاء الصغير أو حزاء المجرند الصغير مسك حكم روما من سنة 37 لسنة 41 ميلادي اتوصف بأنه نموذج للشر والأسوأ وما كانش ليه أي حدود لأفكاره وأفعاله الشريرة كان أي حد ما عجبوش يقتله اتحكي عنه إنه ممكن يقتل الشخص عشان أصلع مثلا أو دماغه تصور له قصة غريبة عن تصرف طبيعي فمرة شاف واحد بيشرب حاجة زي الدواء فتخيل إن الراجل ده بيشرب مضاد للسم صورت له دماغه آه يبقى الراجل ده أكيد عاوز يحط له سم عشان يموته فحاجة هم اللي اتنين هيكلوها أو يشربوها سوا فالسم ما يقصرش فيه ويقتل كاليجولة فقرر إنه يقتلوا ويحرموا من موت هد اغتيال الإمبراطور طبعا بعد كده تضح إن الرابل كان بيشرب دواء عاديا برضو عمل إيه؟ طلع قرار بإن أي حد ساري يموت تروح صروته لخزينة رومك وحرم عائلات كتير من حقها في المراس وكان عام القيمة بالأسرياء واللي يحس إن السر الإلهي بتاعه تؤخر شوية عن توقعاته كان بيقتلوا بنفسه عشان ينجز يعني والصروة بتاعته تروح لخزينته وكان دايما بيبرر لنفس السرقة بإنه يقول أما أنا فأسرق في العلن كان مقتنع بإنه إله وأمر بعمل تماثيل ضخمة لي في كل مكان عشان الشعب يعبوده وكان عاوز يعمل بورك يوصله للمشترى المشترى بالإنش اسمه جيوبيتر فش مان المشترى يعني؟ عشان جيوبيتر ده في الديانة الرومانية القديمة كان ملك الآلهة وإله السماء والرعب فأكيد البقاء الآلهة كانوا بيتجمعوا عنده فخلص يطرم أنا إله زيهم يبقى أروح بقى أقعد معهم وتوانس بعد فترة من حكمي ولقى كده أن ما فيش حاجة كبيرة حصل لا حرب مثلا ولا مجاعة وأنا وباء فقال إيه ده أم الإسمي هيتخلط في التاريخ إزاي؟ فترة حكمي هتبقى فاضية كده؟ يقفل لي يا ابني على مخازن الغلال وعمل لي مجاعة كده تسمع في كتب التاريخ ورح أقال للناس سأكون أنا لكم الوباء وساب الناس تموت من الجوم لحد ما بيجي في يوم يقرر يدخل مبنى البرلمان بحصانه حصانه ده كان اسمه تانتوس فالناس اللي قاعدة اعترضت على دخول الاخصان قال لهم مش عاجبكم الحصان؟ طب من النهاردة الحصان ده مستشار هنا في البرلمان زي وزيكم ده أهم منكم أصلا مش كفاية مشايلني ورح عزمهم على حفلة ومأدبة كبيرة بمناسبة تعيين الحصان في البرلمان يوم الحفلة فوج الناس إن الأكل عبارة عن التبن وشعير وأمرهم الإمبراطور جاكلوا فصاروا عليه وقتلوه هو وحصانه ورموه في بير غويتة عشان يخلصوا منه ومن شاره وبكده يزدى الاستطار على فترة حكمه القاسية وشعب روما يشم نفسه من تاني لكن بالرغم من النهاية دي إلا إن كاليجولا حقق اللي هو عايزه وإسمه تخلت في كتب التاريخ وإحنا لسه بنحكي عنه وعن فترة حكمه لحد النهاردة ودي كانت قصة النهاردة أتمنى لكم كل السعادة وأشوفكم على خير